حالية نغلطو في كاش براسة في كاش حقها ولا تتصل بنا عدنا حق الرط كما البارع مش البارع نهار الخميس درنا واحد القاضية نبدو بها اللي كدو هنقلو هم الطريق ام بعد نبدو في المخروبة راي الدنيا مخروبة قلنا في بلدية بكوش لخضر ولاية سكيك ده اتصل بنا واحد الفلاح اتصل بنا الف طريقة عيطنا وابعاثنا وقال لنا وابعاثنا ودار ودار قال الناراني محقور الدولي ارضي وطا احنا اتبنينا القاضيات يعني وانشرناها الخميس اللي فات ونذكركم بها يا خواص يالله هاي هذا الخطرة باكسمعنا باللي السيد رئيس الجمهورية قال هكذا مرة قال الاراضي الفلاحية خط احمر خط واش من اللون احمر احمر اي خط احمر يعني والو الاراضي الفلاحية لانها ماش ملكيانة ولا ملكة انتة ولا هفلان ولا فلتان هذا الاراضي الفلاحية ملكي الاجيال واحد الفلاح مسكين جاوليه السلطات المحلية هيه واش دارو قال علو الصجرة ايه علاه باه يبنو جامع شوفو جات ليه واحد النهار الجرافة دخلت له الارضو لاكوها غطل اولو قالوا له الارض هذي راح نبنو بها جامع وطي جاوليه الصباح قالوا له يا ودية الارض هذير انا راح لنا نبنو بها جامع شوفو يا عباد الله قال لك نبنو جامع زي ما خاصتك مصح جامعة يا السلطات المحلية زي ما عدنا مشكلة بالجامعة هه وكي تبني الجامعة تبني في هذا الارض والسجرة هذي كيفه نور مالة السجرة هذي اللي قلعتها هايلك هه احباس احباس بان ربحو شو باللي الارض الفلاحية كما قال سيد رئيس الجمهورية قال خط احمر ماذا بنا نحافظه على ارضنا لانه هذا الارض حقيقة ملك للاجيال ولكن كاينة حاجة جمعت الخير كاينة الارض هذي بعد ربي سبحانه عز وجل لانه هو مالك الملك الارض هذي راح ملك الجزائر والجزائر راح عندها دولة وعندها حكومة وعندها شعب يعني نستنفعوا منها فقط احنا تصلت بنا السلطات المحلية فالنهار هذك تعال البث تعال قاضية تعال الفلاح تعال بكوش تصلت بنا السلطات المحلية ولا رأسها السيدة الوالي ولي وليس كيدا درفوه في الحجري اللي نحيو نحيو قع سلطة اسكيدا وقال لنا نهار الخميس وعد باللي يفتح تحقيق على القضية وقال بالحرف الواحد الى كان هذا الفلاح مظلوم والدولو ارضو راني هنا قصدو كوالي يدخل وينصفو ولا كان ما وش حقه وما كان والو الله يسحن احنا اتبنينا القضية تعال فلاح ودرناها في التليفيجي في قناة النهار لما سلطة المحلية تعال سكيدا الدخلت ودار التحقيق اتصلت بنا ووفاتنا بالله اعطت النهار ملف باش نتفهموا مليح راي قضية اع ملفات الارض هذي ما يجملكو القضية الارض هذي في الفين و تسعة دخلت للبدو دخلت المخاطات شغل الاراضي في الالفين و تسعة والاكيد دخلت للبدو كانت ما فيها لسجرة لاوالو اهم بعد اتخصت القطعة لبناء اتخصت لتجهيز العمومية يعني مكامة لبنهمش وش راح يدلوا فيها قال هذو الارض مخصصة للتجهيزات العمومية لزكيب مو بيبليك هذو المواطن الجزائري وش دار راح جاب سجرة شوية لاحقة يعني ميش سجرة سجرة شوية جايبها روحها وقرسها ودار الهسيات وحذراته السلطة المحلية قاتلوا يا رجل وشا قدير الارض هذي راح يبدو ومخصة التجهيزات العمومية الملف راعدنا يا جماعة هون بعدها سيدي خارجت الها تخصيص القطعة على الارض بناء مسجد وخرجت الها رخصات على البناء في ثلاثة سبتمبر دوميل دي سات طبقا للتعليمات ودخلت السلطات المحلية وهدمت السياج واسترجعت القطعة على الارض اللي راهي ملك الدولة وخاصتها المهم هذي الحكاية على القطعة على الارض احنا وش همنا الحاجة اللي تهمنا انه السلطات المحلية اتجاوبت معانا لما دلنا هذا القضية اتجاوبت الى كان ويتحمل مسؤولية السلطات المحلية كي تتجاوب تدخل تتحمل مسؤولية احنا ما عدنا الصلاحيات عندنا نمدوا وندوا احنا عدنا فكرة تعالى بسيطة اننا ننقلوا الانشغال نصوروا القضية ونحطوها باها السلطات المحلية التحرك احنا اتحركنا على النداء تعالى الاستيقاثة تعالى الفلاح اللي قال الدولة ارضي الدولة ارضي احنا رحنا له مباشرة ندرناها اولوية واظهر باللي القضية فيها تخربشين ودخلت السلطات المحلية وهذا احنا حقا الرب احنا هذي ثقافتنا في قناة النهار هذه ثقافة في قناة النهار يعني كنقول ثقافة راني نتحمل مسئولية وشانا نقول انا مليش مسئول في قناة النهار ولكن نهدر نيابة عن لا يخلي نهدر لانه قضية مهمة يا خوة سادي انا راني نهدر وبقانعة نهدر نيابة يعني انا لتصرفت نيابة عن قناة النهار قناة النهار عندها حق الرد مكفول وتمشي في القضايا اللي تهم الوطن والمواطن انا نقولها راسي مرفوع يعني السلطة المحلية الدخل تراهي مشكورة انطلعوها وانقدموها لاعتذار لاننا اظلمناها كيكوننا لهم ذيابة سلطة المحلية داعس كيف دا راكم طالعين زيب الوحدة زيب الوحدة يا خيب عطل اطلق علي اياه اشتركوا في القناة